السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن do does did البعض يحتار متى أستخدم do متى أستخدم does ومتى أستخدم did وأيضا هل أقول do أم أقول did you يجب أن ننتبه do who does نسميها helping verb أو auxiliary verb بزمن present simple tense يعني زمن المضارع البسيط did بزمن الماضي البسيط كما نعلم زمن يعني وقت وقت حدوث الفعل المضارع البسيط يكون عندنا عادات وحقائق علمية أو شيء متكرر أستخدم مضارع بسيط إذن I like English أحب الإنجليزية هاي مضارع بسيط كيف عرفت من الفعل like بصيغة المضارع البسيط I liked English أحببت الإنجليزية إذن الفعل بالماضي هذا نسميه فعل regular verb فقط نضيف الفعل d أو ed وانته ب e فقط نضيف d I liked English بالماضي نستخدم did بي المضارع بسيط نستخدم do أو does شخص يقول طيب متى استخدم do ومتى does عدنا he she it نستخدم معاها does قاعدة يقول شخص لماذا does خلاص احنا نتعلم لغة الإنجليزية هما يستخدموا هذا الطريقة نتبع he she it does أو إذا كان اسم مفرد مثلا علي شخص واحد أيضا نستخدم does إذا كان عندنا مثلا cat أيضا does دائما إذا كان مفرد يعني بداية الجملة مفرد نستخدم معا does لدينا I we you they استخدم معاها do يعني I do we do you do they do أيضا إذا كان اسم جمع مثلا علي and ماري علي وماري صاروا اثنين استخدم do the cat and the dog أيضا صار اثنين استخدم do بينما did تأتي مع المفرد مع الجمع مع كل فاعل أي فاعل بداية الجملة بحالة الماضية استخدم معا did يعني مع I he she it we you they إذا جميعها استخدم معاها did إذا كان مثلا علي مفرد إذا كان جمع علي and mary إذا صار جمع أيضا did بل ما هذا البسيط فقط فعل مساعد واحد هو did بالمضارع البسيط عندنا do و does نفس المعنى ونفس الترجمة ونفس أي شيء لكن الفرق does مع المفرد و do مع الجمع نرجع للجملة هذه I like English وحبه الإنجليزية ممكن شخص تجي الجملة وحبه الإنجليزية يقول like English طب وين الفاعل بالجملة يجب أن تبدأ الجملة بفاعل يعني الجملة بالإنجليزية فاعل وفاعل وتكملت الجملة وحبه بهذا الحال لا يعرف الفاعل من الذي يحب أنا معاته أضع I I like English مثلا جملة يحب الإنجليزية يكتب هيا الأخطاء الشيعة يكتب like English بهذا الشكل وهذا خطأ يحب تسأل أنت نفسك سؤال من الذي يحب هو إذن نضع بداية الجملة he he likes English طبعا هيا السلم المفرد الغائب نضيفها بالمضارع البصير إذا كان فاعل هي شيئات إذا الجملة كانت تحب الإنجليزية أيضا يكتب like English like تفاعل وهذا خطأ تحب الإنجليزية اسأل نفسك سؤال عشان ما تحتار ب نحن باللغة العربية سمير ضمير مستتر تحب الإنجليزية تسأل نفسك هذا السؤال من الذي أو من التي تحب هي إذن نضع she she likes أيضا يحبون الإنجليزية يحبون تسأل نفسك من الذي يحب هم إذن تضع they ننتظر هذه الملاحظة وريد أن نشكل سؤال I like English أحب الإنجليزية هل تحب الإنجليزية كما قلنا نحتاج إلى فعل مساعد الجملة مضالعة بسيط الفعل مساعد do I I نحولها إلى you هل تحب أنت do you أكمل الجملة كما هي do you like English نضع question mark علامة ستفهم do you like English هل تحب الإنجليزية إذن do نترجم بداية الجملة هل دائما الفعل المساعد نترجم بداية الجملة هل هل تحب الإنجليزية نريد أن أجيب ياما أجيب BS أو أجيب be no do you like English هل تحب الإنجليزية هل تحب أنت نعم أنا yes I دائما الفعل المساعد السأل بي أجيب بي سألني بدو أجيب بدو yes I do no I don't yes I do no I don't يعني نعم أحب كلا لا أحب نضع بعد yes كما فاصلة يعني لاحظ وبنها الإجابة أضع follow stop نقطة أريد أن في هذا الجملة I like English أنا أحب الإنجليزية أريد أن نقول لا أحب الإنجليزية أو أنا لا أحب اللغة الإنجليزية ماذا يعني نفي نفي حدوث الفعل كما نعلم الفعل هو like يجب أن أضع قبل أداية النفي ممكن شخص يكتب I not like English يظن not هي أوكي أداية النفي أنا لا أحب الإنجليزية لكن هذا خطأ نحتاج فعل مساعد الفعل مساعد كما قلنا do أو does هنا نستخدم do إذن do أحمل عليها كلمة not do not أو أختصرها don't بهذا الشكل بدل أو أضع أبوستروفي بعدين t do not don't قبل الفعل I like English ننفي حدوث الفعل يعني ننفي like قبل like نضع don't تصبح I don't like English تصبح أنا لا أحب الإنجليزية I don't like English أنا لا أحب اللغة الإنجليزية هذا الجملة I liked English أحببت الإنجليزية بالماضي بالماضي البسيط استخدم did هو فعل مساعد كما قلنا مع جميع الضمار I حاولها لا U عدنا did أضعها بداية الجملة did you like ونحذف ال D لأن ال E D طبعا من أصل الكلمة هي دلنا على الفعل بالماضي did you like English هل أحببت الإنجليزية كما قلنا I حاولت لا U بالماضي استخدم did طيب شخص يقول كيف عرفنا الحين الماضي خلاص did هي تشير الماضي خلاص الجملة صارت ماضي بسيط دائما الفعل مساعد الذي أسأل به أجيب به did did you حول إلى I سأل أجيب did yes I did أو يكون عدنا no I didn't yes I did نعم حببتها no I didn't كلا لم أحبها وأيضا نترجم did بنترجمها بهل إذن صار عدنا did you أستخدمها بالماضي البسيط ولدينا do you نستخدمها بالمضارع البسيط نريد أن ننفي هذا الجملة I liked English أحببت الإنجليزية كما قلنا ننفي حدوث الفعل ممكن شخص أضع I not liked English هذا خطأ نحتاج إلى فعل مساعد did أضع عليها not تصبح did not أو يكون عدنا أختصرها didn't ونترجم didn't بلم دائما didn't لم كما قلنا أضع I أضع الفعل مساعد did أحمل عليها not اختصرها didn't I didn't الفعل like أحذف I didn't like English لم أحب اللغة اللغة الإنجليزية إذن كما قلنا didn't ترجمها لم وإيضا ننتبه أدي حذفتها من الفعل لماذا لأن خلاص did هي تشير إلى الماضي إذن من خلال did أعرف زمن الجملة ماضي I didn't like English لم أحب الإنجليزية إذن بالمختصر do و did و does في بداية الجملة انترجمهم هل وننتبه didn't أترجمها لم دائما أترجمها لم و don't دائما أترجمها لا بهذا الشكل لأنه هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن زمن المضارع البسيط الماضي البسيط تعلمنا كيف أشكل السؤال وكيف أن في الجملة بهذا الشكل لأنهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته